بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أعزائي متابعي قناة نصر العصان فؤاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل عام وأنتم بخير بمناسبة شهر رمضان الكريم إن شاء الله مع بعض النهاردة هنبدأ نتناول النموذج الجديد لتدريبات التراقي وطبعا ده الفيديو الخامس بالنسبة لنا وطبعا كل الرابط هتكون أسفل فيديو إن شاء الله ممكن حضرك تضغط عليها وتبدأ تطلع على باقي الفيديوهات النهاردة نتناول 30 سؤال عبارة عن 2 نموذج وزي ما اتفقنا بيكون عندنا رابط النمازج أسفل الفيديو بتضغط عليها فيبدأ يظهر لك النموذج بنفس الشكل تبدأ تتضرب على الامتحان وفي نهاية الامتحان هيجي لك طبعا الإجابات والأخطاء اللي تمت أثناء الاختبار هنبدأ مع بعض نستعرض مجموعة الأسئلة على السريع عشان مطولش عليكم عندنا السؤال الأول بيقول كل مما يلي يعد من فوائد التواصل غير اللفظي بين المعلم والمتعلم فيما عدا طبعا فيما عدا تقديم بعض الفوائد العلمية غير متوقعة لموضوع معين الأهداف الإجرائية للدرس من عناصر الخطة اليومية طبعا هي من عناصر الخطة اليومية الأنماط السلوكية غير مقبولة التي يقوم بها المتعلم لهدف ما مثل جذب الانتباه أو البحث عن السلطة أو الانتقام أو لإظهار عدم الكفاءة تعرف به طبعا المشكلات السلوكية الفردية يعد التخطيط للدرس بمثابت طبعا بمثابت رسم الخريطة التي توضح مصاري العمل واتجاهاته وترائقه طبعا فيه اختلافات كتيرة على هذا السؤال بس طبعا دي الإجابة الموجودة في المحتوى العلمي الخاص بالتدريبات عندنا بعد كده يتميز النمط الديمقراطي من أنماط الإدارة الصفية بإتاحة الحرية الفكرية لكل المتعلمين والثقة في قدراتهم طبعا الإجابة هنا صحيحة كل مما يلي يعد من مميزات استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في العملية التعليمية فيما عدا طبعا توفر التغذية الراجعة للمتعلمين عندنا كل مما يلي يعد من استراتيجيات التدريس الفعالة فيما عدا نموذج الإجابة على الاختبار كل مما يلي يمثل أهم الاعتبارات التي يجب مراعتها عند طرح الأسئلة ما عدا إعداد عشوائي للأسئلة بدون أهداف تعليمية محددة لها كل مما يلي يعد من أسباب تنوع استراتيجية التدريس فيما عدا طبعا عندنا هنا إجراء التقويم النهائي رقم 10 من الخدمات التي توفرها المنصة الإلكترونية التعليمية رصد الدرجات وأرشفة الرسائل والاحتفاظ بها طبعا إجابة صحيح التقويم التكويني يشير الحكم على مستوى أداء المتعلم بالنسبة لمعيار الأداء المحدد طبقا لنواتك تعلم محددة بدقة لا طبعا الإجابة هنا خاطئة ده يبقى خاص بتقييم الجانب المعرفي أي مما يلي يطلق على العملية التي يقدر بها أداء المتعلم بالنسبة للمعارف والمهارات والسمات المختلفة باستخدام أداء ملائمة أو مقياس مناسب ويعبر عن القياس بقيمة رقمية تلمى قيمة رقمية طبعا هنا القياس يقصد بالتقويم الرقمي العملية المستمرة والمنتظمة التي تهدف إلى تقييم أداء الطلاب عن بعد باستخدام الشبكات الألكترونية التقويم الوجداني يشير الحكم على مستوى أداء المتعلم بالنسبة لمعارف الأداء المحدد طبقا لنواتك تعلم محددة بدقة لا طبعا إجابة خاطئة ده التقويم الخاص بالجانب المعرفي من إجابيات التقويم الرقمي الوقت المستغرق للأداء أكثر طبعا دي من الإجابيات يبقى إجابة صحيحة هندغت على التالي عشان نشوف الخمسطير سؤال الباقيين أو النموذج التالي من نمازج اختبارات الترقي لفئة معلم أول النموذج التالي في فيديو النهاردة السؤال الأول بيقول لي كل مما يلي يعد من أسيات عملية ضبط الصف فيما عذا طبعا بيقول لي هنا تعتمد عملية ضبط الصف على الأسليب العقابية طبعا إجابة هنا خاطئة يعد التخطيط للدرس بمسابة تصميم أنشطة التعليم والتعلم والتقييم والوسائل التعليمية لا طبعا إجابة خاطئة نتفقنا يا جماعة أن هي خاصة بإعداد خريطة تمام الأهداف الإجرائية للدرس من عناصر الخطة اليومية لسه إلينا في النموذج الأول إجابة صحيحة كل مما يلي يعد من فوائد التواصل غير اللفظي بين المعلم والمتعلم فيما عذا طبعا تقديم بعض الفوائد العلمية غير متوقعة لموضوع معين الخطة الجيدة ينبغي أن تراعي تراعي يبقى تراعي الإمكانات المادية والفنية المتوفرة في المدرسة يطلق على إصارة رغبة التلاميذ في التعلم وتحفيزهم عليه مهارة بنسميها مهارة إصارة الدافعي يطلق على عملية إعلام المتعلم بنتيجة تعلمه بشكل مستمر ومساعدته على تعديل تعلمه إذا كان بحاجة إلى ذلك بنسميها عملية التغذية الراجعة تجمع بين مميزات أنظمة إدارة المحتوى الإلكتروني ومن شبكات التواصل الكيميائي طبعا العبارة بتبقى جاية كده نقصة يا جماعة ولكن هو يقصد منصة التعلم الإلكتروني فنحن نقول منصة التعلم الإلكتروني بتجمع بين مميزات أنظمة إدارة المحتوى وشبكات التواصل الاجتماعي فنعتبرها إجابة صحيحة من مميزات استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في العملية التعليمية توفير التغذية الراجعة للمتعلمين اتفقنا أن دي إجابة خاطئة لأن المسؤول عن التغذية الراجعة هي المواقع الخاصة بتقييم الأداء الإلكتروني الخاص بالمتعلم كل مما يلي يمثل أهم الاعتبارات التي يجب مراعتها عند طرح الأسئلة عدى إعداد عشوائي للأسئلة بدون أهداف تعليمية محددة له من إيجابيات التقويم الرقمي يحتاج لخبرة كافية في تكنولوجيا المعلومات طبعا دي من السلبيات وليس من الإيجابيات يبقى عبارة خاطئة من إيجابيات التقويم الرقمي الوقت المستغرق للأداء أكثر تمام دي طبعا من الإيجابيات من أدوات التقويم الرقمي التي يفضل استخدامها بشكل متكامل الملف الإلكتروني طبعا إجابة صحيحة كلا مما يلي يعد مميزات من مميزات عملية التقويم التعليمي فيما عدا تمام عندنا الكاشف عن ميول واهتمامات أولئة الأمور أي مما يلي يمثل مواصفات التقويم الجيد طبعا الشمول والاستمرارية والارتباط بالهدف ومبني على أساس علمي كده بخلصنا 15 سؤال وده كان النموذج الثاني لو احنا ضغطنا على إرسال هيبدأ يظهر عندي النتيجة هنقول له عرض النتيجة جاب لي هنا طبعا إجمال النقاط 100% النموذج الأول 50 من 50 لو احنا مرينا على الأسئلة تمام هيبدأ يجيب لي كلها باللون الأخضر معناها إجابة صحيحة طبعا لو في إجابة خطاية دالي باللون الأحمر ويعرفني الإجابة الصحيحة فين رابط الاختبار هيكون أسفل فيديو وممكن تضغط عليه وتبدأ تختبر نفسك أكتر من مرة تمام؟ وكده يبقى خلصنا فيديو النهاردة ما تنساش تشاركك في القناة وتفعيل زر الجرس ولو عجبك الفيديو طبعا هتضغط على لايك وما تنساش تشارك الفيديو على صفحتك لو أمكن وفي نهاية الفيديو ما تنساش تطلع على باقي الفيديوهات الموجودة في القناة وإن شاء الله أسيب لك رابط المادة العلمية أسفل الفيديو ممكن تطلع عليها يبقى جميع الرابط هتكون أسفل الفيديو ما تنساش تبص على الوصف والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته